يوجد لدينا صندوق هذا صندوق يقوم شخصاً بجر هذا الصندوق في اتجاه هدف محدد هذا الهدف الأول يقوم بجر الصندوق في هذا الاتجاه بمقدار قوة خلي مثلاً نفترض أن يمثله اللي هو المتجاه A فهذا الشخص يقوم بجر الصندوق بقوة مقدارها طبعاً يمثله طول المتجاه 330 نيوتن وباتجاه يصنع مع الهدف زاوية مقدارها 35 درجة إذن هذا الشخص الأول الشخص الثاني يقوم بجر الصندوق بهذا الاتجاه ونفترض مثلاً أن نمثله المتجاه B ومقدار القوة التي يبذلها الشخص الثاني الذي يمثله طبعاً طول المتجاه B تساوي 300 نيوتن إذن 300 نيوتن فقط لا غير وباتجاه تقريباً يساوي 15 درجة عن خط الهدف السؤال ما هي من من الشخصين A و B الذي فعلاً يساهم أكثر يعني يعطي قوة أكثر يعني قوة أكثر لجر الصندوق إلى الهدف هل هو A أم B الفكرة هي تحليل المتجاه A والمتجاه B إلى مركبتين مركبة X و مركبة Y لاحظ معي أن لو افترضنا أن هذا افترضنا أن يكون خط الأفق فأنا أحتاج أني أوجد مركبة A بالنسبة للـ A مركبة X بالنسبة للـ A و مركبة X أيضاً بالنسبة للـ B نبدأ أولاً بهذا الشخص اللي هو A الـ A هذا بداية هذا مثلاً عندنا الله عافية اللي هو المتجاه لاحظ معي أصنع مع الأفق زاوية نقدارها كم هنا 35 درجة أريد أن أحسب القيمة المركبة في هذا الاتجاه إذن هننزل من هنا عمود تمام وأصبح عندنا مثلث قائم الزاوية أنا فعلاً أريد أن أحسب قيمة هذا الظلع بمعرفة الزاوية ومعرفة المقدار هذا اللي هو كم 330 إذن عندي الوتر أحتاج أحسب قيمة أي ظلع هذا المجاور للزاوية من هي الدالة المثلثية اللي تربط بين شيئين بين الوتر وبين المجاور معروف أنها الكوساين طيب خليناً نسمي هذا اسم سميه مثلاً A X هذه AX فلذلك كوساين الزاوية 35 درجة هيساوي اللي هو هذا الوتر وعندنا هذا المجاور قيمة اللي هي المجاور AX على الوتر الوتر كم معطينا 330 أنا المجهول عندي A إذن هنضرب الآن AX مجهولة عندي هنضرب الكوساين 35 درجة في 330 يعطينا A X A AX تساوي 330 مضروبة في كوساين الزاوية 35 درجة نجد طبعاً استخدام الآل الحاسبة بسهولة هنحسب عندنا 330 طبعاً لازم تأكد أول شيء إن الآل حاسبة عندي بالدرجات مضروف في كوساين 35 درجة ونحسب الناتج الناتج هنا كام يساوي تقريباً خلينا نأخذ يعني لا قرأة بعد الصحيح إذن هو 270 إذن A تساوي تقريباً AX ساوي تقريباً 270 نيوتن هذه X طيب الآن نجي للB أبغى أحسب مركبة X إذن أنا أحسب لمن للB الB بهذا الشكل وعندنا هذا خط الوفق حقنا صح أو لا هذه خم 15 درجة خلنا نكمل مثلثنا نزل العمود من هنا هذا طبعاً يمثل الوتر هذه الزاوية 15 درجة المجهول عندنا في هذه الحالة هو مين هو هنسميه BX المركبة X للB لاحظ معي هذه الزاوية المعطة هنا عندنا اللو كم يساوي 300 نيوتن هي البي أو هو الوتر أما بالنسبة للمجهول عندنا هو يمثل أي ضلع بالنسبة للزاوية المجاور أيضا نفس الشيء إذن هنستخدم معناها حنمين كوساين الزاوية 15 درجة يساوي المجاور اللي هو BX على الوتر في هذا المثلث اللي هو كم قيمته 300 نيوتن ولحساب المجهول BX هنحسب مباشرة يساوي نحظ معي هنضرب الثلاثة 300 في كوساين الزاوية إذن هيكون 300 مضروب في كوساين الزاوية 15 درجة وباستخدام الآلة الحاسبة نقدر نوجده بسهولة هنضرب الآن 300 300 00 هنضرب في كوساين الزاوية 15 درجة و يساوي كم طلع عندنا 289 نيوتن طبعا فاصلة 7 أنا أريد أن أشيل السبعات هذه إذن ما دائما أشيل السبعة إذن معناها لازم أضيف على التسعة كم هنا واحد فتصير هنا 200 كم 290 إذن البي اكس تساوي 290 نيوتن ماذا لاحظت؟ أول ملاحظة لاحظ معي عندنا الـ A X اللي ساوي تقريبا 270 والـ B X طبعا هذا أيضا ساوي تقريبا 290 من اللي فعلا يعني يبذل جهد أكبر في اتجاه الهدف هل هو A و B مع أن لاحظ معي قيمة A أو القوة التي يبدلها A هي 330 وقوة التي يبدلها B هي 300 نيوتن مع أنها أقل لكن فعلا الذي يساهم أكثر في تحريك الصندوق إلى الهدف هو B لأنه كما أعطانا هنا 290 نيوتن هذا السبب أما A هو يبذل جهد فعلا لكنه يبذل الجهد أقل في اتجاه الهدف ولذلك ولذلك قد يكون بعض الأحيان المؤثر ليس فقط اللي هو قيمة أو طول أو مقدار القوة اللي يبذلها الشخص إنما أيضا اتجاه القوة نفسها طيب كيف نحسب الآن محصلة القوة في اتجاه الهدف بكل بساطة محصلة القوة في اتجاه الهدف اللي هي نقول محصلة القوة في اتجاه الهدف هي بكل بساطة تساوي مجموع AX مضاف إليها اللي هو BX ويكون الناتج في هذه الحالة 270 نيوتن زايدا 270 زايدا 290 400 يعني 560 560 نيوتن وهذه هي القوة المبدولة فعلا في اتجاه الهدف وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر